تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجاز أخبار الآن أصيب سبعة جنود في تفجيرات انتحارية وإلقاء قنبلة يدوية الصنع استهدفت قوة من الجيش اللبناني كانت تنفذ عملية دهم في مخيمين للنازحين السوريين شرقي لبنان بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الجمعة وقالت الوكالة في بيان لها إنه في وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع صابات في صفوف العسكريين كما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق تحرير جامع الكرار في مدينة الموصل مشيرة إلى تمكن الجيش من قتل 12 إرهابيا والاستلاء على معمل لتصنيع الصواريخ في منطقة باب جديد في الموصل القديمة من جهته قال قائد قوات مكافحة الإرهاب إن جامع النوري أصبح خلف قطاعات الجيش العراقي قال وكيل الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين إن نظام الأسد يعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في الأراضي السورية ودع أوبراين إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى نصف مليون مدني محاصرين في مناطق مختلفة في سوريا أكد خبراء منظمة حضر الأسلحة الكيميائية في تقرير سري أن غاز السارين استخدم بالفعل في الهجوم على بلدة خان شيخون في الرابع من شهر نيسان أبريل الماضي وبحسب بعثة منظمة حضر الأسلحة الكيميائية فإن الغاز المميت مصدره حفرة ناجمة على الأرجح عن انفجار قنبلة أعلنت وزارة الداخلية البحرانية أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية الفأس الأمنية الاستباقية حيث تم القبض على مجموعة من خمسة أفراد شكلت خلية إرهابية وقالت الوزارة أن الخلية اتخذت من مبنى غير مأهول موقعا يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتصنيع مواد شديدة الانفجار كشف مصدر قضائي في فرنسا أن الرجل الذي صدم بسيارته الحاجز المحيط بمسجد كريتي جنوب شرق العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس أرمني ويبلغ من العمر 43 عام وصدم رجل بسيارته الحاجز المحيط بالمسجد دون أن يخلف ضحايا قدم ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في شركة توكيو للطاقة الكهربائية للمحاكمة في اليابان بتهم مرتبطة بكارثة فوكوشيما وهي أول محاكمة جنائية بشأن انهيار في المحطة النووية في عام 2011 وقد رفضت ثلاثة الاتهامات الموجهة لهم مؤكدين أنهم غير مذنبين بسبب الإهمال المهني الذي أدى إلى وفاة وإصابة المرضى الذين تم إجلاؤهم من مستشفى بالقرب من المصنع وإذا ثبتت إدانتهم فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة